قال وزير الخارجية سامح شكري أن محاولات تشويه الموقف المصري بشأن معبر رفح غير مقبولة مشيرا في تصريحات إعلامية إلى أن المعبر تعرض للقصف الجوي من قبل إسرائيل أربع مرات وبالتالي لا يعمل بالشكل الطبيعي أضاف الوزير شكري أن معبر رفح لم يتم إغلاقه رسميا من قبل السلطات المصرية منذ بدء الأزمة في قطاع غزة هذا وأكد وزير الخارجية أن العمل جاري مع جميع الأطراف للتوصل الاتفاق لإرسال المساعدات للقطاع كما أضاف شكري أن دعوة إسرائيل للتهجير أو إلى الجنوب تتعارض تماما مع القانون الإنساني الدولي كما أدان وزير الخارجية سامح شكري استمرار عمليات القصف العشوائي والعقاب الجماعي للمدنيين في قطاع غزة وأكد على الأولوية القصوى لدخول المساعدات إلى القطاع ترجمة نانسي قنقر